أيها السادة اختيار دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وتسمية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراء قائدا للعمل الإنساني لم تأتيان من فراء وإنما عرفانا وتقديرا من قبل الأمم المتحدة لدور دولة الكويت حكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب شعوب العالم ومحاولة التخفيف من معاناتهم على مر سنوات طويلة اليوم تمضي سفينة العمل الإنساني الكويتي قدما في تعزيز دبلوماسيتها الناجحة والمرتكزة على العمل الإنساني العالمي في ظل قيادة وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتوضيف بعد ملموسا على العمل الإنساني العالمي وتواصل مد يد العون لكل محتاج في كافة أسقاع المعمورة التاسع من سبتمبر يوم مشهود في تاريخ العمل الإنساني العالمي فهو اليوم الذي سميت فيه دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وتمت فيه كذلك تسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراء قائدا للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة يوم سطره التاريخ في سجلاته بأحرف من نور نور أضاءت به دولة الكويت بقاع العالم أجمع فكانت منارة يهتدي بها السائرون على طريق الخير وعلى درب العمل الإنساني الكويتي يقود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مسيرة الخير مواصلا رحلة العطاء التي لا تنضب حاملا راية العمل الإنساني التي ترتكز في أرض الكويت الطيبة نواف العطاء ما إن تتهادى إلى مسامعه صرخة منادات من شعوب الأرض بعيدة كانت أم قريبة إلا صدرت توجيهاته السامية بإغاثة المحتاجين فيها فأينما تولي وجهك تجد أياد الكويت الحانية تمتد بالخير بتوجيهات سموه كنهر عطاء يغيث الملهوفين فها هنا يد كويتية تنعش أنفاسا تقطعت جراء جائحة كورونا ويد أخرى تداوي جراحا نازفة أحدثتها نزاعات هنا أو هناك ويد تطفئ نيرانا مشتعلة في دول شقيقة وصديقة نهج كويتي خالص ودبلوماسية إنسانية خطها أهل الكويت الذين جبلوا على حب الخير ومساعدة الغير منذ القدم حتى صارت دولة الكويت نموذجا يحتذا به تحمل رسالة حب وسلام إلى العالم أجمع مفادها أن الكويت بجانبكم